يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى نروح للأهلي أولا عن مباراته القادمة أمام سانداونز مرهون الأهلي المباراة الماضية المباراة الرائعة الأهلي حقق فيها فوز كبير بتشكيلها من بطريقة تقريبا من قوام مش أساسي مع مصر المقصة عامل مباراة كبيرة جدا وفاز بربعية رائعة يعني هيلعب موسماني في مباراة سانداونز بالطريقة اللي أعب بها مباراة مصر المقصة وله يلعب تجهة أربعة تلاتة ولا يلعب أربعة تلاتة تلاتة بقى عنده مباراة كبيرة موسماني في تغير طريقة اللعبة قولا واحدا الاستراتيجية في دخول المتش مش انتبه نفس ماتش مصر المقصة أنا شايف المتش مصر المقصة ماينفعش يكون هو الرفرنس بالنسبة لك كله مكاسب زي ما انت قلت روحة اللعبة اللعبة بالبودلاء عودة الثقة الأفشل ميكي سوني كريم فؤاد حسن حسن لكن أنزل قدام سانداونز المتعادل المتش الأولاني المريخ وافتح نلعبي بالشكل ده وألعب أربعة تلاتة واحد بالأسامي دي أو بالاستراتيجية دي أنا بشوفها أنها مش هتكون نكحة أنا شوف أنه هو هيرجع للفورمات الطبيعة بتبتعته ياما تلاتة أربعة تلاتة ياما أربعة تلاتة تلاتة وإحنا عندنا واحد في الأهلي وبيفيد منتخب مصر جدا اسمه حمدي فتحي هو عامل زي قطعة السلصال بزقه قدام شوية يركب في البازل يعمل لي أربعة تلاتة تلاتة برجعه خطوتين وراء يقفل يلعب تلاتة أربعة تلاتة فهو ده واحد من أهم اللعيبة بالنسبة الكيروش أو بالنسبة المسيماني فلما ندخل على الحالات أو هندخل نتفرج على الحالات هنشوف إزاي إسلام الأهلي لعب مبارح وهل ده ممكن يكون استراتيجية المتشجة ده الجون الأولاني حسن الشحات بيحطها شوفنا ميكي سوني إزاي بيدخل في قلب الملعب إسلام في فكرة الأربعة تلاتة واحد وكريم فؤاد هو اللي بياخد الطرف يعني اللقطة دي أهم حاجة بالنسبة لي هو للوينجر إزاي بيدخل هو النمر عشر وجود أفشل أنا عايزك بص تحاله كريم فؤاد عمل إيه بص بص كريم فؤاد هنا عشان لو ها بزرط وسع وسع المساحة بستراتش الملعب كله كريم فؤاد على فكرة واحد من اللعيبة المهمة قوي زكي كمان اه لعيب كويس قوي طيب نشوف اللي بعد الجول تاني ده عندنا حاجتين في الجول التاني التمريرة الطولية تحت حمدي فاتحي أول ما تعرض الجول التاني يا كريم هاتو الجول التاني بقى يا جماعة اللعيب عارف انت لما بنقعد نتكلم دايما ان انت عندك مشكلة في الطرق بل كورة أنا اللعيب رقم ستة ولا رقم تمانية بتاعي كورت وعمل إزاي حمدي فاتحي مبارح عمل لونج بول تدرس بصراح النص الملعب الراجل رفع عينيه ومعاها اللي كمان بروزها قوي التحرق بتاع ميكي سوني ميكي سوني عمل هافترن كده لتحته أمرايح عنده وراجل مدافع المقاسة كان مغطي لأفصايد لكن أما تحرك الراجل واخد الكورة وعملها تشيب بعد كده في الجول تشيب بلاي ستيشن تشيب حيث تشيب حيث صعب أول يعني بص هو الجول كله حلو تشيب الفاينال بتاعه حلو قوي بدايته من عند حمدي فتحي ممتازة والتحرك بتاع ميكي سوني ممتاز بصراحة فطبعا بص اللون بول عامل ازاي وبص ميكي سوني قطع على طول والراجل استلم الكورة وعمل تشيب مكاسب كبيرة للأهل وعمل تشيب مكاسب كبيرة للأهل ولكن دايماً وانت بتفكر المقاسة طبعا كل الاحترامين مش الفريق القوي قوي ولكن الأهل زي ما بتقول مروان بيقول التحدي بقى هو بعد كده الراجل هيكمل أربعة ثلاثة ثلاثة ولا هيكمل ازاي في المطشات الجاية لأن المطشات الجاية صعبة أو حتى في مطشات الدول يعني المقاسة ممكن يكون الفريق تتعاقع في مبرات سانداؤنز هيلعب ايه انا حاس ان الأهلي شكله كده هيروح لربعة ثلاثة ثلاثة اه اه يعني عندي احساس لربعة ثلاثة ثلاثة هتبقى هي الأكتر بدليل ان هو ماتش الهلال التشكيلة نعم التشكيلة تبقى ايه يعني محمد عبد المنعم الشناوي طبعا محمد عبد المنعم اعتقد برضو محمد شديد مش عبد العصام حسن الجناح نحيت اللي مين هو بقى اللي عليه كلام انا بقول لو بيرسي تاو فت وزي ما قالوا ان في المعسكر هيكون بيرسي تاو موجود في الملحب رائح هتفين 100% معاها الا بس حتة بيرسي اعتقد ان هو ممكن ما يبدأش ويبقى حسين على حساب بيرسي وبشوف ان أفشا محتاج جزي ماتش المقاصة ان هو يبدأ يشتغل على نفسه في فكرة ان انا نلعب على الجناح يا اسلام او يلعب لعيب نمرة 8 لان فكرة لعيب نمرة 10 مش هتلاقيه في ماتشات كتير قوي واللي يجنن ان افشا بيعمل كل وجبات لعيب نمرة 8 يعني ارقامه احصائياته كالعيب في مركزه لو القرات الطولية استخلاصه للقورة حتى في ماتش امبارح كان 90% من استلامه القور كان على الجناح الشمال انت تقدر تقدي الجناح الشمال فمحتاج ان هو يشتغل عليها طيب لو 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 كرر موسيمان يبدأ بميكيسوني ديها تب حاجة كويسة ولا في وجهة نظري مش مناسبة يعني يعني انا مش بشوف ماتش مصر المقصة ريفرنس بشوف ان هو محتاج ما يضغطش عليه يعني يدخله في المنافسة ولا يستغل ان هو ومسجل هدفين حلوين وبتاع فانا اديره تاني فلعله وعساس بتيسد بتبقى مدارس وقرايته للقراية للمنافس لكن انا عندي بس نقطة اختلف معه مع اسلام فكرة شريف انا بشوف ان حسام حسن لازم يلعب على فكرة انا مش مختلف انا انا شايف نفس نفس المبدأ هو هو انا شايف ان حسام حسن يستاهل فرصة وان شريف عنده مشكلة نفسية كبيرة جدا وعنده مش قادر يساعد نفسه ضاغط نفسه يا كريم اوي 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 يعني بدليل في كرة مبارحة حتحطط له وكان قاطع حيروح انفرض الكرة عدت من تحت رجله اللي هو بعدها تلاتة اربعة دقايقه تبدل حسام حسن نزل حطوا كرة بشماله راح على الجون فالعيب كويس جدا وبروفايل كويس بس انا شايف ان هو حيدي تاني برضو لشريف لسه حسام حسن مش المهاجم رقم واحد لا مش تتكر لو موسيماني على كلامك قاعد شريف المطش الجاي ده معنا ان هو تقريبا يعني هو اصلا لعب عنده مشكلة مع نواية وان عدم ثقة تقريبا بسبب انه مشاركش مع المنتخب لما انت تقعدوا عندك كمان انت كاتبا بتخلص عليه معناويا يعني ما زي ما قلتك هيا في نفس الوقت انت بتقارن هل انا اشيل للعيب افضل مديله ماشي ما انا هتديله ماتش اتنين تلاتة اربعة لكن عند فوينت معينة لازم افكر في مصلحة الفريق في الناحية الهجومية لو عندي واحد تاني زي حسام حسن طب انا افكر في نفسية حسام برضو حسام ده واحد من المهاجمين المهمين امبارح نزل عمل فارق واضح ان هو بيعمل السويتشات كويس واضح ان هو على الجون كتارجيتمان افضل ده غير ان يا كريم بداية الموسم اصلا الراجل ما اعتمدش على الشريف كمهاجم كان بيبدأ ببيرسيتا